اشر المانجا كنز اوعي ترمي هنعمل وصفة لذيذة والرمضان ممكن تخزنيه وممكن كمان تتصحروا بيه طعم وفوق الخيال بسر الشركات وراهيب جدا اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا مدسوش لايك ومتشتركوش في القناة ووعد فعلوا الجرس على الكل علشان ما تشوفوش وصفاتنا ابدا لان طبعا دايما بطلب منكم ولا حياته لمن تنادي فيديو بيوصل لألفين وتلات تلاف مشاهدة وعشرة لايك ليه يا جماعة اللايك دي بلاش يا جماعة والله امرنا ما طلبنا لا انتساب ولا شكرا ولا اي حاجة مدفوعة ابدا ولكن للاسف انتو مش بتقدروا مجهودنا فمافيش مشكلة هنجيب الحل بتاعتنا وهنبدأ ان احنا نقشر المانجا بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كده يا جماعة نبدأ بقى طبعا اول حاجة تلات مانجات هنبدأ ان احنا نقشرهم كويس جدا اي نوع مانجا عندكم ممكن تستخدموها عادي طبعا ولكن منفعش المانجا الخضراء لازم تكون القشر كده اصفر احمر علشان طبعا الشكل ده بعد كده يا جماعة نبدأ بقى نجيب المانجاية بتاعتنا هناخد بس ايه يعني كده عشر اشرات كده زي ما انتو شايفين بالشارة اللي معانا يعني مش هناخد المانجاية هناخد اقل 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 بكتير من ربع المانجا وطبعا دي يا جماعة لشان نزود الطعم والطعم يكون حلوة جدا عايز اقول لكم يا جماعة الوصفة دي ممكن تشلوها في الفريزر من السنة للسنة وممكن تتصحروا بيها في رمضان هنحط بقى يا جماعة كوباية من المية وهنحطها على النار لمدة تلت ساعة نار اقل من المتوسط لغاية ما تبدأ كده يا جماعة القشر يضوب معانا وبعد كده بالنيسر ديسر او بالهند بلندر هنضرب كويس جدا جدا المكونات دي كده على طول فيها في بعضها وبعد كده هنجيب الحل وعايز اقول لكم القشر خلاص دايب خالص يعني ما بيعدش طبعا السلق ده مهم جدا ويوعو ترمو المية يا جماعة هنضيف عليها نص كوباية من السكر ولو انتو مش بتحبوا السكر قوي خلوها ربع كوباية من السكر ولكن هو ده طعم مظبوط مش سكر قوي ومش اقل من السكر قوي وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا بننزل كده بكل الحاجات اللي موجودة في الشفشة بتاع الهند بلندر بتاعنا وبعد كده زي ما انتو شايفين حطينا السكر هنبدأ بقى نقلب كويس جدا بالاسباتيول قبل ما نبدأ نحطه على النار هنحطه على نار متوسطة وممكن كمان منخفضة احنا كل اللي احنا عايزينه ان السكر بتاعنا يندمج في القشر بتاع المنجا عايز اقول لكم وصفة حلوة جدا 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 بصراحة انا بندم اني كنتي برمي قشر المنجا قبل كده وانتو لو جربتوها بجد بجد بكل تفصيلة انا قيل عليها هتدعولي وزي ما انتو شايفين كده اول ما المية تبدأ تتشرب وتلاقوا السكر كده اندمج مع قشر المنجا هنجيب نص للمونة ونبدأ ننزل بالنص اللمونة كده بالشكل ده وبعد كده هنضيف نص كوباية من المية وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا وبعد كده ننزل تاني في الهند بلندر طبعا كل ده جماعة علشان ما يكونش فيه اي كشور او اي حاجة ممكن تشرقكم ولكن انا ساري القشر كويس جدا في بداية الفيديو ولكن انا حبيت اقولكم التفصيلة دي علشان فيه ناس ممكن تستعجل وما تسلقش القشر فاحنا عايزين ندوبه خالص خالص وزي ما انتو شايفين كده نزلنا كل المحتويات بتاعتنا في البولة بتاعتنا وهنبدأ نضرب بالهند بلندر تاني بالشكل ده وبعد كده هنبدأ منزله في الحلة مرة تانية على نار عالية لغاية ما كل السويل اللي موجودة كده تبدأ انها تتشرب معنا وعايز اقولكم يا جماعة الوصفة دي حلوة جدا جدا وتحديكم اي حد هيجربها هيديلي وخصوصا كمان ممكن تشلوها في الفريزر وتطلعوها ان شاء الله تتصحروا بيها في رمضان وممكن تكلوها دلوقتي عادي ولكن لو انتو نويين تكلوها دلوقتي ممكن تكلوها عادي وتسيبوها في التلاجة وزي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما حطينا الحل على النار كده تشربت ولقم تعيش كده اوفينه ممكن تكلو احلى مربة مانجا ممكن تكلوها في حياتكم شايفين يا جماعة شكلها شاهي جدا ازاي وكل ده عملنا باي يا جماعة اشر المانجا يا جماعة عايز اقول لكم اتمنى تقدروا مجهودنا اتصلوا لك للفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة